هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي الرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين أشهد مدبولي بالتوجهات المستمرة للرئيس الجمهورية ببذل قصار الجهد من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية في ربع سيناء وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء